النهاردة يوم الاتنين ده بيخوف الزمالكوية دايماً لأنه بيصحوا على الأبديت اللي بيحصل في موقع الفيفا اللي بيقول لهم إيه الجديد في قصة القضايا فلاقوا النهاردة أنه مش بس قضية خالد بطيب اللي موجودة بل قضية أخرى هي قضية روي أجواش ومساعده جيسوالدو فريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك قصة القضية دي قبل منسيب الزمالك ورد فعل الزمالك بتقول التالي طبعاً مش مقلقة قوي للزمالك لأنه أهون بكتير من غيرها يعني بتقول القصة اللي بتعلن إيقاف قيد الزمالك أنه إدارة الزمالك سددت بحسب ما قالولنا بعض الأقصات المتأخرة لروي أجواش وبقية جهاز فريرا اللي بلغت 110 ألاف دولار من أربعة شهور لكن مسؤوله الأبيض لم يسدده بقية الأقصات فأجواش قرر تصعيد الأمر وتقديم شكوى بسبب عدم الحصول على المستحقات أجواش عاملة مدرباً مساعداً ضمن جهاز الفني بتاع جسولدو فريرا اللي هنأ الزمالك بالأمس على التتويج الإيقاف ده التاني للزمالك فيفا كان أعلن يوم 24 إبريل اللي فات بسبب قصة قضية خالد بطيب أنه الزمالك موقوف من القيد مجلس دارة الزمالك بقى يسابق الزمن درد الفعل من أجل حل كل القضايا وهو شايف أن مبلغ بسيط يعني للغاية سيجرى سداده للمدرب في الأيام القليلة المقبلة هتقول لي هو 50 ألف دولار بسيط آه بسيط طبعاً بالنسبة للعلى الزمالك يعني فكة يعني روي أجواش نفسه عليه منهم 10 ألف دولار أو 12 ألف دولار فمش قصة يعني توتل 50 ألف دولار في الأزمة دي ألو سيطة عمري أدم عضو المجلس المكلب بمتابعة القضايا يتواصل مع روي أجواش من أجل التواصل الاتفاق لحل الأزمة بشكل ودي وستغلق أنا بقول لكم تماماً لكن القصة المهمة هي قصة خالد بطيب في الأهلي هو عموماً فلوس البطولة الكمفدرالية دي يمكن التقارير المغربية بتقول إن هي هتتاخد وعلى طول تتحول للكاف أو للفيفا أو لحساب خالد بطيب شكراً فك القيد لكن أنا بتوقع إن الموضوع مش هيبقى الكاش فلوس كاش ممكن مثلاً من الـ 2 مليون دول مليون مثلاً 500 ألف دولار علشان تبقى محاولة إنه يشيل هو القصة وجدولة المستحقات مع تأكيد على إنها يتدفع واستغلال الفلوس التانية في حل أزمات أخرى ده اللي زمالك بيحاول يعمله لكن التقارير المغربية مواطنه يعني خالد بطيب بتقول إن الفلوس كلها هتتحط في حساب خالد بطيب